السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في سلسلة فيديوهات المراجعة الشاملة لاختبار الرياضيات بو رح نديروا بزاف مراجعات هذه المراجعة اللولة اللي رح نديروها اليوم هي الأسس والقوة وراني جاي معا هذو حبا حبا ما تنسوش تجعوني تكتبوا لي تعليقات جمجمو باش نواصلوا بكل قوة تفاهمنا جماعة ولا لا الدرس تعنات اليوم رح نديروا فيه الأسس والقوة رح نحل بكم بيان نديروا الأساسيات نديروا القواعد الكتابة العلمية رتبة قدر الحصر ونبعد خلاص رح نديروا ثمانية على اختبارات هيا رح تركزوا معايا وعطيوني التركيز التعكم الكامل صحة نبدأ بأول حاجة بالأس الموجب وش معانتها الأس الموجب نبدأ ونحكيه على عشرة وحنا ذكره حنقرأو زجع ثايس نقرأو على عدد أس حاجة ونقرأو على عشرة أس حاجة حنا ذكره حنقرأو شوية على العشرات فهم لي وش معانتها الأسست على العشرات ياخي أأيوا نقوله عشرة أسستنين معانتها عشرة مضروبة في روحها زوج مرات Art 10 في 10ه ساوي 100 رح نلاحظوا حنايا باللي هنا عندي أسستنين واللي هنا عندي صفران زوج سفار ما للمرة الجاية ينقول لك مثلا عشرة أسار ربعة رح يا عشرة مشlever10 أسار ربعة معانتها واحد وموراه ربعة سفار واحد زوج ثلاثة ربعة هذه العدد هذا هذا العدد هذا اللي هنا يمثلي عدد متفاهمين يا جماعة ولا لا ويمثل لي مرة أخرى عدد العوامل أشرة أسة ربعة ما عندها عشرة مضروبة في روحها شخص مرة ربعة مرات عشرة في عشرة في عشرة وان تو ثري اربعة هذو يقول لهم عدد العوامل عدد العوامل هذا هو النفس وهذا اللي هنا زي عملوك نقول لك عشرة أس عشرين واش راح تدير التاية هتقول لي أستاذ عشرة في عشرة شخص مرة نعاودها عشرين عشرين مرة يعني كتبت لك اللي هنا عشرة أس عشرين يعني انت اللي هنا عشرين ما احنا ما نكتبوش بالعربية يعني بش نفاهم نكبرك حنا نكتبو عشرة أس عشرين اللي هنا عدد العوامل شحال عشرين هذا ما كان ولا كون نقول لك واش شوساوي تكتب واحد ومو راح شحال من صيفر واحد زوج ثلاثة لا 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 20 صيفر متفاهمين يا جماعة ولا لا لا إيزي هذي سهلة سهلة أستاذ جيب جديد نجيب لكم جديد صحة هنذا كوش درنا عشرة أس حاجة عشرة أس حاجة كان زوج حالات خاصة من هنا نحبكم تفهموهم كان واحد الحالة مبعد نبرهنها لكم ما كانش مشكل وكان الحالة اللي هي عشرة أس واحد عشرة أس سنين هيباينها معتها عشرة مضروبة في روحة زوج مرات عشرة في عشرة بصة عشرة أس واحد معنتها عشرة راي مضروبة في روحة مرابرك ما انت نقولك عشرة أس واحد تسوي عشرة ما تحيرش فيها بزيز كان واحد الحالة اللي هي عشرة أس سفر عشرة أس سفر هذي لي لازم تحفظوها عشرة أس سفر هي واحد هذي من بعد مبرهن هالكم نقولكم يا جماعة الصفر هذا عبارة على واش عشرة الصفر يا واحد ناقص واحد ناقص واحد وش يساوي صفر تنين ناقص نين وش تساوي صفر ما تقدر تستبدلها بنورمال بهذه الكتابة تولي عشرة واحد ناقص واحد والفكرة هذي ما زال ما قريناهاش من بعد نقريها لكم وننعتلكم كيفاش نفصلوهم ونشوفو كده كيفاش رح تخرج لي الواحد هذي مع اللخر عيا سيبون ذكتما إلى حد اللحظة حفظوه لي عشرة الصفر تساوي واحد تفهمنا جماعة ولا لا عيا نروح ونشوفو العنصر الثاني صحة الحقنا ذكا للأس السالب باش نفهم كم ليح وشي هو الأس السالب هذا ركز معايا مليح باش تفهم مثلا عندي واحد على عشرة الصفر اللي هنا كم تشوفو عشرة الصفر هذي رهي في المقام نقدر نعبر عليها بطريقتين نقدر نعبر عليها بطريقتين طريقة اللي أولى كيكون عندي عدد في المقام نكتبو كما هك عشرة الصفر نكتبو كما راهو ونكتب اللي هنا ناقص ناقص هذا العادد هذا الأس هذا عشرة الصفر هذه راهي مكتوبة في المقام تفهمين ولا لا شفتو هذه راهي في المقام كيفاش نعبر عليها نعبر عليها بالإشارة تعام ناقص أعطيكم مثال مثلا واحد على مثلا واحد على زوج وشتو ساوي واحد على زوج نكتب الثنين هذي كما راهي لكن الثنين هذي راهي في المقام آيا ندير لها ناقص اس ناقص واحد أوكي كي ما يكونش الاسم عن ترى واحد اللي مكتوب اللي هنا آيا ندير لكم مثال واحد اخر بشتفهموني مثلا واحد على ثلاثة اس ربعة وشتو ساوي هذي يكتبها كي ما راهي المقام يكتبه الفوق عادي بالصح كيفاش نجي أنا من بره كيفاش نعرف باللي هذي راهي مكتوبة لتحت راهي تاع المقام هذي ماشي الفوق دي لها الناقص اللي هنا متفاهمين ولا لا نعطيك اذا كان ذوكم فهمك بطريقة واحد اخرى مثلا نقول لك ثلاثة اس ناقص ربعة وشي هي ثلاثة اس ناقص ربعة نناقص هذي كمعنتها في المقام نكتب واحد علا والعادد التاعي هذا نكتبه كي ما راهو لكن بما انه الناقص هذي كتعبر باللي العادد هذره والتحت مكتوب في المقام منرجحها زايد هذا ما كان متفاهمين متفاهمين ذو كيف فهمتوا المبدأ ذو كنفهمكم بطريقة رياضية خلينا مل هذره هذي منحيهم ونفهمكم نفرضون مثلا انا يقول لك واحد على ثلاثة اس سنين ونقول لك ثلاثة اس سنين هذي طلحها لي الفوق ثلاثة اس سنين هذي بغيت نطلحها الفوق يمكتوب ذوكا في المقام بش نطلحها ناية الفوق لازم نعكس الإشارة تعال الاس احنا مول في نديرو في المعادلة مثلا ثلاثة تساوي ثلاثة مول في نطارف هذا كي ننقلو للجهة الاخرى منعكس له الإشارة ثلاثة لكي ننقلها في الجهة الاخرى وش تولي؟ تولي ناقص ثلاثة ياخي ونفاصيها منه ويبقى لهنا الصفر هذا ما كان نقلتها للجهة الاخرى هذي نعرفوها في المعادلات كي تنقل من جهة الجهة بتعكس الإشارة لكن في الكوسور تبعوا معايا مليحة في الكوسور كي نحب ننقل مثلا المقدار هذا اللي لان العامل هذا ولا الحد هذا كي نحب نطلعو الفوق ولان هبطو لازم نعكس الإشارة عايق ذوك احنا نحن نطلعوها الفوق احي ولي ثلاثة أس سنين وما ننساش ندير إشارة سالبة لاني بدلت له بلاستو ذوك هذا كي نطلعو الفوق مبدلو بلاستو صح ولا ايه نبدلو الإشارة تاعو على خطر بدلت له البلاستو اوكي نديلكم مثال واحدة اخر نعني نفاصي هذا ونعود من جديد مثلا ستة أس سبعة وش له ساوي قلت لك المقدار هذا اكتبهو لي لتحت في المقام هبطو لتحت يعني وش رح تدير لي تقولي أستاذ واحد على هذا المقدار هذا كما هنهبطو في المقام وكي هبطو لتحت وش ندير ندير إشارة سالبة ناقص ستة أس سبعة يسوي واحد على ستة أس ناقص سبعة على خطر بدلتو بلاستو هبطو لتحت صحة لك احنا نزيد نشرح لكم طريقة اعمق احنا في الدنيا هذي وش عندنا الكوصور عندي مثلا واحد على واحد واحد على واحد هي واحد صح ولا لا لا ما عندو حتى تأثير هذا اللي يدرتو لو كان نقول لك اللي هنا نحيل واحد هذا ونقول لك مثلا ثنين أسة ربعة ثنين أسة ربعة على واحد ثنين أسة ربعة هي عبارة على ثنين أسة ربعة لكن الواحد هذك اللي في المقام ما عندو حتى تأثير عليها انفاصيوه صح ولا لا لا خلاص احنا ذوكه وش رح نديره ثنين أسة ربعة هذه لو كان نقول لك هبطها لتحت هبطها في المقام انت ذوكك يتهبطها في المقام ذوكه المقدار هذا وش هو أمر رضو على الرضو عن مسأول إيجAI اسر و اسر ربة ليت بردا ملك طريقة وتجدениك معساة فهي الملك طريقة سوف ادخلها لتفاصيلها ثنين أس ربعة واشيبقى الفوق؟ حيبقى الواحد هذا خلي الواحد سيبه ولتحت هذيك ثنين أس ربعة كي تهبط بالضرب كي تهبط اللي هنا ستتضرب فيه هذك الواحد ثنين أس ربعة وبما انه الفوق كانت ثنين أس ربعة كي نهبط لتحت لازم نديلها إشارة سالبة يعني تولي كما هكه ثنين أس ناقص ربعة في واحد سيبه؟ الواحد هذا ما عنده احتى تأثير نقدر نحيه يعني كيفاش تولي لي الحكاية؟ الواحد هذا انا اقربته هنا به تولي واحد ع مئة إس ناقصة ربعة اعيي ذوك نعطيكم مثائل واحدة أخر وانشوفكم تلافي سنتورية لا 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 مثلا خدموا لي ثلاثة أس سبعة وخدموا لي واحد على ذنين أس ناقصة ربعة اعني في الحالة القولة هذي المقدار هذا هبطوه وديروه في المقام باش نهبط المقدار ونديروه في المقام ننذير واحد على او هذه راح تهبط تولي 3 أس ناقس 7 هذا هبطول تحت ندير الإشارة في الأس نعكسها ضركنا هذه باش نطلحها 2 أس ناقس 4 باش نطلحها الفوق تولي لي 2 أس 4 7 2 أس ناقس 4 تطلع الفوق والإشارة تولي موجابة لو كان نقولكم مثلا 1 على 2 أس 3 وش تساوي هذا المقدار تطلعه لي الفوق عادي 2 أس 3 تطلع الفوق ونعكس الإشارة ذكره موجبا ما تحت تولي ساليبة متفاهمين يا جماعة ولا لا لا فهمتو ذوكا وش معانتها الأس السالب الأس السالب يعبر لك على البلاصة بتاع المقدار تاعكراه الفوق ولا التحت مثلا لو كان نقولك 1 على 2 أس ناقس 2 هذه تقدر تطلحها الفوق 2 أس ناقس 2 طلحها الفوق تولي لي 2 أس زيد السنين ذوكا احنا ما فهمناش وش معانتها الأس السالب ولكن فهمنا وش معانتها الإشارة في الأس كي يكون عندي مقدار ولا حد معين نحطه في البسط ولا في المقام عادي كي ما نحب لكن بشرط كيم بتدله بلاستو نعكس الإشارة هذا ما كان متفاهمين ولا لا صحا نفاصي هذو ذو كان احنفهمك الاستعمال تاع هذا الخاصية وان راح يكون بالضبط فاش يفيدك عادك نقولك فاش يفيدك وبعد احنشوفوه في التمارين تعال اختبارات والفوروض صحا مثلا لو كان نقولك أنا 10 أس سنين في 10 أس ناقس 4 على 10 أس ستة آيوة ونطلب منك طالب نقولك المقدار هذا بغيت نهبطو لتحت بغيت نكتبوه هنا لتحت كيفاش تدير ببساطة تقولي يا أستاذ عمدي 10 أس سنين على 10 أس ستة وهذاك المقدار اللي حاب نرحلو نهبطو لتحت ما كان حتى مشكلة يهبط بالضربة لازم ديلي إشارة ضربة اللي هنا وتكتب 10 أس او الفوق كان ناقس 4 لتحت كي يهبطي ولي زي ضربعة هذه هي الفكرة ببساطة معنة تتولي تطلع وتهبط كي ما تحب كي تطلع ولا تهبط تبدل الإشارة هذا ما كان هذه الفكرة تعلق تعلق ناقس ناقس ولا زايد ما يهمش متفاهمين يا جماعة ولا لا لا لو كان نقولك زي تطلع لي هذا الفوق هاي واجب منزلي طلعوا الفوق هتقولي يا أستاذ عشرة أس نين في عشرة أس عشرة أس ناقس 6 ناقس 6 هاني طلعتوا الفوق ولي تحت وش رح يبقى لي في المقام ببساطة تبقى لي عشرة أس زي ضربعة تفاهمين يا جماعة ولا لا 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 ما تفاهمين معنة هذرك احنا كي قرينا الإشارة في الأس هي مسؤولة على الترحيل لحت رحلوا من بلاسة لبلاسة يطلعوا الفوق يتهبطوا لتحت ياخي طلعوا ولا تهبطوا كي تحركوا بلاسة تبديلوا الإشارة تعكسها هذا ما كان فهمنا جماعة ولا لا 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 لو كان حب نهبط هذو كامل لتحته اش تولي تولي واحد على هاي عشرة أس ثنين كي طابت لتحته اش تولي تولي عشرة أس ناقس 2 في عشرة أس ناقس 6 كي طابت لتحت تولي عشرة أس 6 ايوة زي ثاني وش تولي وهذي كهبط هذي هبط هذي وهذي بكري كنلتحت عشرة أس زيدة ربعة هاي الإجابة يعني هبط كل شي لتحت واللي هبطوا كانت هذي أس سنين هاي كيفاش رجعت أس ناق سنين هذي كانت أس ناق الستة هاي رجعت أس ستة وهذا هبقى كيما راهو ما كحتى مشكل فهمنا ذلك اللعبة تعل الإشارات ولا ما فهمنا هاش هاي يا مريق لابت فهمنا صحا ذكا هدرنا على زوج فكرات قلنا على واحدة على عشرة أس سنين هدرنا على الإشارة الساليبة هذيك وشمع نتهم عندما نحنقد ننطلع والفوق ولنهبطو للتحت على حساب وشنا إحبانا إذا طلعت الفوق نعكس الإشارة إذا هبطلت تحت نعكس الإشارة كين بدل البلاصة نعكس الإشارة من لخر ذلك أني نحكي لكم على حاجة واحدة أخرى اللي هي مثلاً 10 أس نقص سنين وشتو ساوي اللي هي واحد 10 أس نقص سنين هبطها للتحت واللي 10 أس سنين يخي تفهمنا كين هبطت لتحت نعكس الإشارة هاني هبطل تحت واكس الإشارة واش تساوي واحد على عشرة أسنين هذي هي عبارة على واحد عشرة أسنين معتها عشان ضربة في روحها زوج مرات ولا قالي الأستاذ هي عدد الأصفار من الأخير واحد على مية زوج الصفار على خطأ عشرة أسنين واحد على مية واش تساوي هي تساوي صفر اللي العدد هذا نكتبوه كيما راه وإذا شفيتوا لها درناها في البريمار هذي قريتها لكم عندي اللي هنا زوج الصفار مع انته رح نحسب زوج وندير الفاصلة والباقي نحط فيه فارغات احنا ذكر رح نتعلموا عفسها عندي اللي هنا رقماني وراء الفاصلة واحد زوج عندي زوج رقم وراء الفاصلة 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 اوكي معنتها أنا يكين ديلك عشرة أس ناقص ثلاثة تقدر تكتب لي النتجة مباشرة تقول لي أستاذ سيفر فاصل عندي اللي هنا ثلاثة معنتها ثلاثة رقم وراء الفاصلة واحد زوج ثلاثة اوكي لو كان نقول لك مثلا عشرة أس ناقص خمسة معنتها عندي خمسة رقام ورا الفاصيلة حتى الواحد محسوب هاي بدأ تجاب واش تقول لي استاذ سيفر فاصل واحد زوج ثلاثة اربعة خمسة هذه الإجابة متفاهمين يا جماعة ولا لا لا معنتها ذلك احنا باش نلخصوا واش قرينا قلت لك انا كي تلقى عشرة قص سنين معنتها تكتب الواحد زوج هذي معنتها عدد الأصفار واحد زوج كي تلقى عشرة قص نقص سنين تقول لي سيفر فاصل الزوج هذي واش معنتها معنتها عدد الأرقام ورا الفاصيلة تقول لي سيفر هكا واحد زوج انا تعلمنا الكتابتين واش معنتها زيد واش تعلمنا اون بليس ثانية تعلمنا كيفاش نرحلوا بين الفوق والتحت مثلا يكونوا عندي عشرة قص سنين في عشرة قص نقص ثلاثة على عشرة قص سبعة كاني الاستاذة انا ما بغيتش نشوف المقام هذك طلعوا ضب الراسك عشرة قص سبعة دي كيفا نطلح هالفوق هذي كيفاش نطلح هالفوق تطلع عادي بالضرب تطلع عادي بالضرب واش تساوي تكتب لي نورمال استاذ عشرة قص سنين في عشرة قص نقص ثلاثة هذواني كتبتم كيما راهو ما درتوالو عشرة قص سبعة دي كي تطلع الفوق واش تولي هاي كيفاش رح تولي في عشرة قص سبعة كي طلعت هالفوق عكست الإشارة هذا ما كان فهمنا جماعة ولا مفهمناش ايزي متفاهمين هاي ما نتلقى في العنصر القادم صحة نقاتنا في العنصر الثاني اللي رح نديرو فيه بعض القواعد القواعد على قوى 10 رح نديرو القواعد على قواى 10 والقواعد على قواعد claims مثلا سنين السنين في سنين سنين ماشي كيما مثلا 0 سنين في 10 سنين هي القاعدة اللي رح نطبقوها أراهيه نفسها عليها درتهم لأنا في نفس الجدول هذا في نفس الصفحة باش نحطكم على الصورة ولا بعد على الم flowers ما تتخلط لكمش ولا ما تشتتوش سيبون متفاهمين عايا نبدو ترش حبا حبا نبدو مع ضرب الأسس وش معنتها ضرب الأسس هي مثلا ضرب القيوه ولا ضرب الأسس وكي ما تحبو ليس نصير حنا عندي عشرة أسس سنين رح نضربها في عشرة أس ثلاثة الاقتلاف تعال الأسس هذا ما يهمش أنا وش احتملتها مني لاباز تمني الجذر هذا اللي هو عشرة في عشرة سيبون شتو الجذر هذا اللي هنا يا عشرة هذي بقى حنضربها في عشرة هذي ايه هذي نحتفظو بيها اللي هنا نكتبوه عشارة والأسس هذيك وش راح نديروها نجمعوها معنت هالضرب هذك تحول الى جمع جمع الأسس سنين زائد ثلاثة اوكي وتساوي عشرة أس خمسة هذي هي الفكرة اذا راك مكش مؤمن بالقاعدة ولا توس وسط لها وعندك كالكولاتريس وش راح تدير تحك تكتب هذي في الكالكولاتريس تكتب عشرة أس ثنين في عشرة أس ثلاثة عشرة أس ثلاثة هي مائة عشرة أس ثلاثة هي الف وتساوي واحد وتحسب لي عدد الأصفار واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة اها عندي خمسة صفار معنتها عشرة أس خمسة معنتها راني صحيح سيبون متفاهمين هذي باش نتأكدوا برك على ما كان صحة نديلكم مثال واحدة اخو نشوفكم اسكوا فهمتوا ولا ما فهمتوش مثلا عشرة أس ناقص ثنين في عشرة أس ناقص ستة ونقول لكم مثلا عشرة أس ثلاثة في عشرة أس ناقص ثنين هاي حلو لي طرش هذو ديروا بوسترة نشوفكم فهمتوا ولا ما فهمتوش اها ترى صحة يعني احنا بدأ نحل على أساسكم درتوا بوز وتفرجوا حلو وتحليتوا حاولتوا واش ندير لا باز هذيك الجيدر نحتافظ بها اللي هي عشرة اي عشرة في عشرة نفسها عشرة في عشرة نحتافظ بهذيك العشرة ونجمع هذو في زوج ناقص ثنين هذي زائد على القاعدة زائد على القاعدة انا كتبتها الكبلة المختلف باش ما تنساهاش زائد ناقص ستة معليش تقدر تديرها بين قوسين هاي هيك واش راح تساوي عشرة أس ناقص ثنين قلي لكم نفاصي هذي ونفاصي هذي ونكملو تحتها وتساوي واش تساوي عشرة أس ناقص ثنين وزايد في الناقص يعطيني ناقص ستة وتساوي عشرة ناقص ناقص ستة اللي هي ناقص ثمانية متفاهمين يا جماعة ولا لا لا وتساوي عشرة أس ناقص ثمانية يا درالجيتو هاكي ما هكا ولا لا لا ما نعرف نشوفو طرح هاي نزيد نديلكم مثال وحدة اخر ماشي قوى عادد ما زال نديلكم مثال وحدة اخر اوكي واش قلنا احنا المثال تعنا الاخر قلنا عشرة أس ناقص ثنين في عشرة أس ثلاثة مثالا تساوي عشرة نحتفظ بالعشرة هذيك والأسس هذو غادي نجمحهم هذي نجمحها مع هذي عيات ترى هبدأ تجمع ناقص ثنين زائد نكتبها بالحمر تعالقاعدة زائد واش زائد ثلاثة وتساوي عشرة أس ناقص ثنين زائد ثلاثة هي زائد واحد عشرة أس واحد اللي هي عشرة الواحد اخي دي ما نستغنوا عليه نقدر ان ما نكتبوش عادي عشرة أس واحد هي واحد تاهمنج ما عولا ما تفاهمناش هي ضرقاكم منا قيوى عشرة نتع ضرب الأسس ذو كان ديلكم قيوى عادد أوكي نديرلكم قيوات عادد واش معانتها قيوات عادد ذو كان فاصل ميثال هذا أيها ونكمرو مع بعضانا ذو كان نقول لك مثالا ذو كان نقول لكم مثالا ثنين أس ثنين في ثنين أس ثلاثة سهلا هذي ونقول لكم مثالا ثنين أس ثنين في ربعة ونقول لكم مثالاً هبلت على ثنين ثنين والثلاثة في نفرضو مثالاً نقول لكم مثالاً 12 وش توساوي قيوة عدد نسبيك نفس القاعدات على القيوات عشرة لازم يكون عندي نفس الجذر كما اللي هنا وش عندي تبعوا معايا مليح عندي سنين والثنين رح نحتفظ بهذه الثنين كما كنت نحتفظ بالعشرة والأسس نجمحهم تولي لي ثنين زايد ثلاثة ثنين زايد ثلاثة وتساوي ثنين أس ثمسة متفاهمين فيها هذه خلاص تفاهمنا أستاذ نحلو هذه هاي نحلو هذه هذه ما تقدرش تجمع لي على خاطر عندك ثنين وربعة لهنا مختلفين ما نقدروش يعني ما تقدرش تحتفظ بالثنين وتجمع ثنين ولواحد هذا كله هنا لا لا ما تقدرش تجمع الأسس اللي لازم أربعة هذي تبدلها شوف تراه إذا تقدر تبدلها تجبد منها ثنين عصرها خرج منها الزيت خرج منها الثنينات أوكي ثنين أس ثنين في هاي هاي كتبتها كما راهي في أربعة هذيك وش هي عبارة على ثنين في ثنين صح ولا لا وثنين في ثنين ما هيش هي ثنين أس ثنين تقدرح تدخليها هكا نورمال وتساوي أو عندك ثنين في ثنين في ثنين نقدر نحتافظ بهذا وها نفس العدد اللي هو ثنين نفس العدد اللي هو ثنين نحتافظ به هنا ثنين أوكي ونجمع الأسس عندي هنا يا ثنين ثنين زايد عندي هنا واحد واحد زايد عندي هنا واحد وش تساوي للفكرة هذه وش تساوي للفكرة هذه تساوي ثنين أس ثنين زايد واحد زايد واحد لي ثنين زايد واحد ثلاثة زايد واحد ربعة ثنين أس ربعة كما قادرت تكتبها لطول ها كما قادرت تكتبها لطول أستاذ ثنين أس ثنين في ربعة تساوي ثنين أس ثنين في ربعة هذي عبارة على ثنين أس ثنين ثنين في ثنين هي ربعة صح ولا لا 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 وتساوي 2 2 زيد 2 وتساوي 2 أس 4 ها هي كي تحلينها بطريقة وحد أخرى تفهمنا جماعة ولا لا لا نحلوا مثال واحد آخر ها هي نحلوا المثال واحد آخر هذك اللي درته لكم مش هو المثال اللي درته لكم قلت لكم نديروا 2 3 في 12 كيفاش نحلوا هذا يعني رح نفاصي هذا ديروا بوز كتبوا المثال عودوا حلوه مرة زوج 3 4 وهي ماشية وش رح ندير أنا يا ذركة 2 أس 3 رح نضربها في 12 12 وشي هي 12 عبارة على 4 في 3 كاللي رح يكتب هالي كيما هيك أستاذ ما قدر نكتبها 6 في 2 ويه تقدر تكتبها 6 في 2 ومبعد خلاص وش يديد زيد تفكك 6 هذي يكتب لي 2 أس 3 6 هذيك عبارة على 3 في 2 في 2 2 هذي اللي هنا وهذه 3 في 2 هذي هي الستة تفهمنا ولا لا لا يعني يفكك كيما تحب ومعد خلاص تجبد لي 2 هذو وهنا عصرنا من هالزيت وثنينة هذو رح ندمجوهم في 2 واحدة وتبقى 3 هذيك وحدها عيادوكم نحلو ونعاود نحلو نعاود نحلو مين جديد ها تابعوا معايا وش رح ندير 2 أس 3 هذي تقعد كيما راهي 2 أس 3 في 12 هذيك عبارة على 4 في 3 عدد التفكيك الأول تساوي قلنا 12 هذيك نحصره من هالزيت اه ماشي الزيت نحصره من هالثنين ياخي صحة 2 أس 3 تقعد كيما راهي في 4 هذيك هي 2 أس 2 في 3 تفاهمنا ولا لا تفاهمناش تفاهمنا تساوي 2 أس 3 ها هيكي 2 أس 3 3 أوبس صحة نبدأ نبسط ديريكت ها هنوضح لكم مش راح ندير هاي عندي هذا الجيدر وهذا الجيدر نفسه 2 في 2 نقدر نكتبهم 2 و 1 لكن الأسس التحهم لازم نجمحهم 3 زايد ثنين ونضرب من بعد خلاص نضرب هذي ثلاثة ها في ثلاثة تفاهمنا ولا لا لا وتساوي 2 أس 3 زايد ثنين هي 5 في ثلاثة هذي ما عندك مدّي لها تخليها كيما راهي الله غال ما تقدرش تضرب ثلاثة في ثنين وتجمع الأسس كش كيفاش هذي تقعد كيما راهي لازم يتشابهوا هذا الجوذور لازم تلقى ثنين في ثنين باش تقدر تجمع الأسس التحهم تفاهمنا جماعة ولا ما تفاهمناش نتمنى تكونوا فهمتوني في ضرب الأسس ضرب الأسس سهلين بزاث هاي طرح نروحوا مع بعض أنا نشوفوا قسمة الأسس قسمة الأسس أوكي مريغلا صح في قسمة الأسس وش قالك؟ قالك كان يا مكان في قديم الزمان إذا كانت عندك عشرة أسس سنين على مثلاً عشرة أس ثلاثة وش تساوي؟ قالك مدام عندي هنا عشرة وهنا عشرة تقدر تكتبهم لي في عشرة واحدة اهيه وقالك السنين هذيك اللي الفوق تكتبها اللي هنا وثلاثة هذيك اللي التحت تكتبها اللي هنا ودير ناقص الفوق ناقص التحت الفوق ناقص التحت الفوق ناقص التحت الفوق ثنين هذا ناقص منه هذا اللي هنا تقولي عشرة أسسنين ناقص ثلاثة تفهمنا جماعة ولا ما تفهمناش؟ مريغلا ولا ماشي مريغلا؟ مريغلا هيا نزيد نبسطها وتساوي عشرة أسسنين ناقص ثلاثة هي عشرة أسس ناقص واحد وهذه هي الإجابة أوكي مريغلا مدير لكم مثال واحدة آخر مثلا عشرة أسس ناقص السنين على عشرة أسس ناقص ستة وش تساوي؟ قالي الأستاذ بما أنه عندي عشرة على عشرة احتفظ بها وهذا كلي الفوق كتبه كما راهو ونقص منه يعني كتبتها بالحمر إشارة على القائدة نقص منه هذا كلي التحت اللي هو ناقص ستة ديرو بين قوسين كي تكون إشارة سالبة باش ما تتخلط لكش وتساوي عشرة أس ناقص سنين هي ناقص ناقص ستة ناقص كي تدخل على النقص هذي تولي زايد ستة وتساوي عشرة أس ناقصين زايد ستة اللي هي ناقص ربعا هذي هي الإجابة بهم نجمعه ولا مفهمناش؟ سهله ولا ماشي سهله؟ مممم بل سهله يا أستاذ ريجل أستاذك مليحة صحة أني نهدر مع روحي بقى انفاصي هذا ندلكم مثال واحدة اخر يخي ندلكم طريقة واحدة اخرى دي جعل لمتها لكم قال لي الأستاذ مثلا كي تكون عندك عشرة أسنق سنين على عشرة أسنق ستة ما زال ما درنش قوى عادد ده ما زال ما درنش قوى عادد ما زال عني شرح لكم في قوى عشرة قال لي الأستاذ باللي هذك الليل تحت تقدر تطلعوا الفوق بسحب شرط إذا طلعتوا عكس له الإشارة التاعوي مع أنت هذا تحتافظ به عشرة أسنق سنين هذا الليل تحت طلعوا الفوق شرطوا هذا الليل هنا هنطلعوا الفوق كي يطلع يتضرب فهذا كلي الفوق يتضرب سيبوا؟ يعني هنح تقول لي لي عشرة أسنق ستة هذي تطلع الفوق بسح قال لي الأستاذ كي تطلع الفوق إشارة تحت تتعكس مع أنت تقول لي زايد ستة الطريقة الثانية للحل وتساوي عندي ضرب احنا بدي جقرينا الضرب تاع الأسس ضرب الضرب القيوة كي نضرب عشرة أس حاجة في عشرة أس حاجة شHO نفعلوهم كي نضرب JUL18 نحتافظ بهذهك العشرة نحتافظ بهذهك العشرة كتبتها سيبوا، كتبتها وأُسس ناقص ثمين هذه ناقص ثمين هذه الناقص نزيد لها زايد ستة يخي هذه القاعدة ستة لو اللي نسيتوها كي نضرب 10 أس حاجة في 10 أس حاجة في عشرة أس حاجة نجمحهم وتساوي 10 أس ناقص 2 زايد 6 وتساوي 10 أس زايد 4 اوكي متفاهمين 10 أس زايد 4 كيما اللي هنا نورمال مو هذي زايد 6 2 ما هنا زايد انا غلط ياها هاكم تكتبوه في التعليقات واخيرا ياها ناقص كي تدخل عن ناقص واش تولي تولي زايد ناقص 2 زايد 6 اللي هي زايد 4 يه خطأ تحسه وبرك هذا ما كان خلاص ذو كمنا الإشارات ولو كمنا قسمة الأسس القوى 10 ذو كنديرو القوى تع عدد نسبي ياخي قواعد الحساب على قوى عدد نسبي هاني انفاصي هذي انفاصي هذي ساعة اندي الغلطة تكتع سهو زا ما نقولك زايد 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 ونقولك تساوي 6 بين بلي زايد 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 تساوي 4 ماشي 6 يه بلك يتحسي بصحة اوكي قوى عدد قوى عدد واشه هي يا جماعة قوى عدد مثلا لو كان نعطيك نقولك مثلا هنقولك ثنين أس ثلاثة في ولحنا ذكرها في القسمة معنتها نقسمها على ثنين أس سبعة واش تساوي قليل أس ثنين على ثنين نحتفظ بهذه السنين هذك اللي الفوق اللي هو ثلاثة وننقص منه هذك اللي التحت اللي هو سبعة وتساوي ثنين أس ثلاثة ناقص سبعة واشي هي يا جماعة ثلاثة ناقص سبعة هي ناقص ربعة 2x4 هبنا جماعة ولا ما فهمناش انفهمنا مريق لا منديلكم مثال واحد اخر فرنا نشوفكم فهمت او لا ما فهمتوش مثلاثön ثمに Organize various x1 مش قلو helps 8x8 بما انه راي ثمانية تساوي ثمانية نفس العدد علي نفس العدد نقدر واحطافظ به طالما هما متساويين ولا متشابهين ثمانية هي ثمانية بتقدر تحتافظ به هنا ومعز وكار رحوا نحكيوه عالى الأسوس كيما تلقا والو وقال لي الشيخ هذا ننقص منه هذا اللي التحت هل يلقى عيدا اللي مدها للأستاذ قال لي هذا نقص منه هذا اللي هنا يعني نحن نقص منها هذا اللي هنا هيا نكتبو طرح معا بعض انا ثمانية أوسواش هذا اللي في البسط هنا ما كان والو مع انت يكتب لي واحد ياه ما تكتبش سيفر واحد واحد تنقص منه الناقص واحد هذا تكتبوه كامل ها تديرو بين قوسين وكتبوه تبدل فهوالو تساوي 8 1 ناقص 1 ناقص في النقص هي زايد والي 1 زايد 1 وتساوي 8 أصتين فهمنا شماعة ولا ما فهمناش الفكرة يا درع فهمتوا وليفكرة ولا ما فهمتهاش مين لو كان نقول لك دير لي مثلا 3 أصتين على 4 أصتين هنا ما تقدرش ما تقدرش نقول لي أستاذ نقص سنين لا لا هذا 3 أصتين مختلف على 4 أصتين يكونوا كيف كيف يتلقى هنا عشرة عشرة ولا ثلاثة ثلاثة ولا اربعة اربعة ولا اثنين اثنين سينو اذا ماشي متشابهين لازم تموضيفي تبدأت دير اللعبة التاعك التايبشي واليوم متشابهين وتتبق القواعد يا اخي ما كنشوفوا بزاف حالات في التمارين في اخر الفيديو اوكي احنا ذو كتس ما كمنا قسمة الاسس هنروحوا مع بعضانا نشوفوا الاس على القوس هذا في شوية افكار ركزوا معايا مليح صحار رح نقرأوا الاس على القوس نبدأوا بالعشرة مثلا عندي عشرة اس ثلاثة الكل اس ثنين وش تساوي هذي هذي يحفظها لداخل في البرة لداخل هذا تضربوه في البرة كي يكون عندك الاس خارج القوس لداخل في البرة اوكي معتا سنين هذا رح نوزعوه يتوزع ياه بطل لهن يتوزع على هذي يتوزع على هذي وش تولي تولي عشرة اس ثلاثة في زوج متفاهمين ولا لا وتساوي عشرة اس ستة مريقلا ولا مش مريقلا مريقلا أستاذ عينا اعطيكم فكرة واحدة اخرى شوفكم فهمتوني ولا لا عشرة اس ثلاثة الكل اس ثلاثة الكل اس سنين وش تساوي قال لي أستاذ معتا الاس هذي الداخل في البرة لداخل هذا وفي البرة ولا هذي الاس هذي يفوق توزعوه تفكر بالليه لازم توزع هذا يتضرب الليهنة ويزدي يتضرب الليهنة وش تساوي النتيجة تولي عشرة اس ثنين في ثنين ثنين تعال برة هذي احيه في عشرة اس ثلاثة وثلاثة هذيك ثنين نضربها في هذيك الثنين متفاهمين يا جماعة ولا لا لا متفاهمين وتساوي 10 اس 4 في 10 اس 6 وهذو مضربين في بعضهم تولي عشرة اس 4 زايد 6 عيادوكو نكملها هنا يا يلا تحت اهه 10 اس 4 في 10 اس 6 سيبوا ومبعد هذي 10 عشرها من نفسهم نكتب 10 اربعة زايد 6 وتساوي 10 اس عشر فنتوا الفكراثة تقال الاس تاع القوسة الاس على القوس مع تال اس هذك اللي برة يتوزع عليهم كامل إذا كانوا عشرة لداخل كامل تعطين زوج حبات زوج حبات زوج حبات حلوة أوكي قلتها بزارة زوج حبات زوج حبات زوج حبات مليحة زوج حبات زوج حبات خلال صيني النحي هذه سيبوح أنا فهمنا الفكرة فهمنا الفكرة ولا نزيل نفهمكم هيا روحوا نشوفها في الأعداد نشوفها في الأعداد النسبية معنتها لو كان قولك أنا مثلا ثلاثة في ربعة الكل أس ثلاثة واش تساوي هذه قالي الأستاذ الأس اللي خرج القوسة حيتوزع عليهم كامل معنتها هذا يتوزع على هذا ويزيد يتوزع على هذا لكن واحد الحالة خاصة حنشوفها لن لي أس عدد سالب كيفاش الأس هذا كيهبط حتى على الإشارة عركزوا مالا معي مليح هذه مهمة بزاف ونحتاجوها سنة والعام الجاي واش تساوي تولي ثلاثة ها هيكي هذه تولي ثلاثة أس ثلاثة في ربعة أس ثلاثة يعني كتبتهم بالأحمر ثلاثة هذي توزعت عليهم في زوج ما قدر نبسط هكا ما قدرش نبسط هكا هذي ثلاثة وهذي أربعة ما قدرش ندمجهم متاهمين يا جماعة ولا لا 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 تاهمنا ذركة علش كتبت لكم هنية العكسية على بري قليل اللي يهضر عليها أمي ديما تجي الفكرة التحاجي في التمارين ماذا بيتعرفوها ذركة باش مبعد كنت لقاوا في التمارين تقولي أستاذ صح هاي الفكرة حمدي لكم زوج أفكار اللي هنا عندي لكم زوج أفكار أوكي الفكرة اللي أولى وش تقول تقولك مثلا إذا كان عندي ستة أس ثنين في عشرة أس ثنين وش تساوي هذي توش رح تدير تكتب لي ستة في عشرة تغلق القوس وش در تانية هذيك الثنين رجعتها وين كانت الثنين هذيك رجعتها وين كانت أس ثنين على خطر قليل الأستاذة الأس هذك وش يصير له رح يتوزع ثنين هذيك ما رح توزع لها عشرة وتوزع لها ستة هينوزعوها تقولي ستة أس ثنين في عشرة أس ثنين هاي الثنين هذيك وزعتها عليهم في زوج كيما هكا متفاهمين يا جماعة ولا ماناش متفاهمين يا أستاذ متفاهمين أوكي نعاود نديلكم مثال نشوفكم فهمتوك أو لا لا قبل ما نشوفوا الفكرة الثانية هاول مثال مثلا سبعة في عشرة أس ثنين الكل أس ثلاثة كيفاش تخدمني المثال هذا عذرا عشرة أس ثلاثة وهنا سبعة أس ثلاثة كيتلاحظ باللي الأس وس متساوي أنك تقدر تجبدة الأس وحده يعني كيفاش تقدر تجبد الله وحده توليد بلي تكتب لي هيكا تقولي أستاذ سبعة في عشرة وثلاثة هذي كنجبتها اللي هنا عامل مشتارك هاذا الفكرة تقدر الدراحته اللي هنا في القسمة تقدر الدراحته هنا في القسمة كيفاش تقدر الدراحته في القسمة لو كنتكولي 6 تصنين على سبعة وسنين واشتو ساويي؟ ستة على سبعة تقعد كي ما اراهي بصح ثنين هذي كتديها عامل مشتارك وتطلحها اللي هنا كي تبغي تعود ترجعها رك توزحها توزحها عليهم نورمال فهمنا جمعها ولا مفهمناش معنى انت راح تولي لي ستة أس ثنين على سبعة أس ثنين صحي متفاهمين ولا ماشي متفاهمين احنا درنا الأس على القوس في حالة على الضرب ولا احتفل حالة على الكسر الفكرة الثانية اللي كنت حاب نمدها لكم اللي هنا بينسير منسيتهاش هذه هي اهم فكرة قادرة تجيكم من بعد في التمارين عيادكم ندير الفكرة هذي نديرها اللي هنا اوه يا اخي نسرقوا لي سباستع منا وش هي الفكرة هذي ببساطة كي تكون عندك مثلا عشرة أس ربعة في مثلا ثلاثة أس ستة كيفاء نقدر نخرج عامل مشتارك قولولي كيفاء نقدر نخرج عامل مشتارك اللي هنا للقوس وش رايكم لازم تفكك لازم تفكك لازم نفككو عشرة أس ربعة هذيك عبارة على ثنين في ثنين في ثلاثة أس ستة هذيك عبارة على ثنين في ثلاثة وش هي والعامل المشتارك اللي هنا هو هذيك الثنين ندي ثنين منها وندي ثنين منها هذيه اللي نديها عامل مشتارك وش رح يبقى اللي هنا عشرة أس سنين في ثلاثة أس ثلاثة وثنين هذيك اللي ديتها عامل مشتارك نحطها اللي هنا عذا ما كان لو كان نحب نتأكد لو كان نحب نتأكد من هذي وش تولي ثنين هذي نحن نوزحها تولي ثنين هذي نضربها لا ننضربها لا نحن نخرج في هذي نخرج في العملية هذي هذي لازم تعلموها الفكرة هذي قادر تجي في الاختبارات قادر تجي في الفروض إذا التايا ما كانتش في بالك قادر تقعد ساعة وأنت تخمم وما تلقاهاش يعني ذوكا ولي هتكليها بشر مبعت ولي تعرف تفكك فكك هذي فكك هذي ودي عامل مشتارك تفاهمنا جماعة ولا لا 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 ايا مريقلا ذوكا بعد العنصر هذي رح نشوفوا أهم عنصر اللي هو أس عدد سالب أهم عنصر ركزوا معايا مليح يا اخي صحا رح ندير ذلك أس عدد سالب ببساطة لو كان نقولك مثلا عندي ناقص ثلاثة أس حاجة أس حاجة كان عندي يزوج حالات احنا مش رح نديرو نفاصي منا نديرو الحالة الليولا أس الأس تاعي كيكون عدد فرضي ولا الأس تاعي كيكون عدد زوجي مثلا لو كان يكون عندي ناقص ثلاثة أس ثنين وللكن عندي مثلا ناقص ثلاثة أس ثلاثة هذو مش كيف كيف هتبعوا معايا ناقص ثلاثة أس ثنين معنتها ثنين هذي رح تتوزع تجيل هنا وتجيل هنا يعني ذوك رح نفاهمكم كي تجيل هنا ولا هنا ضوكم فاصي هذي رح نجيل ليها معنتها هذا ناقص ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة عبارة على واش عبارة على ناقص واحد في ثلاثة وتسوي ناقص ثلاثة هذا كي يقول لي موربع هي في ثلاثة هذي كتول لي موربع ثنين هذي تهبت عليهم في زوج ناقص موربع وش معنتها معنتها ناقص في ناقص شغل درنا ناقص واحد في ناقص واحد احنا على بلنا باللي ناقص في ناقص وشي هو وشي يسوي واللي موجب اوكي مال احنا هذي وش نكتبوها الإشارة التاعي موربع الإشارة هذي كتل لازم تحفظها الإشارة اس عدد الزوجي نتيجة موجابة نتيجة موجابة يعني فصلتلك اللي هنا بش تفهم يعني كنت قادر نحفظك ديريكت ميراني فصلتلك ثلاثة اس ثنين هي تسعة احنا راح نحفظوها منو هكا لو كان نقولك انا مثالا ناقص هذك اس ثلاثة يعني إشارة سالبة اس عدد فرضي ماشي زوجي ثلاثة هو عدد فرضي معنتها احنا نحن نديرو ناقص نضربوها في الناقص نضربوها في الناقص ناقص في الناقص يمدلي موجب وموجب كين نضربوه في الناقص يمدلي ناقص يمدلي إشارة سالبة صح ولا لا 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 احنا رح نحفظوها لو كان نقول لك مثلا ناقص ثلاثة اس ثلاثة ولا نقول لك مثلا اس 97 ناقص ثلاثة اس 97 معتها 97 هذه تهبط على الناقص وتهبط على ثلاثة ثلاثة هاهي تقعد كيما راهي ثلاثة اس 97 مريق لحسبها على حسيبة مايهمش ناقص اس عدد فرضي واش تمدليت؟ تمدلي ناقص تبقى كيما راهي إنتاب تحفظ إشارة سالبة وكأنكتبوها إشارة إشارة سالبة إشارة سالبة إذا كان الأسَّ التاحة اللي هنا الأس إذا كان الأسَّ التاحة فرضي تبقى كماهية راه 요اة تبقى كماهية اوبس في اريد كتاب صحا هاني اكتبتها الكل هنا باش تبع معايا هنا وش قلتلك ؟ قلتلك اللي هنا الاشارة التاعي وهذا الأس يذا كان الأس انتاعي فرضي الإشارة تبقى كما راهي يعني ادريتك زوج امثلة رح نحلوهم اذا كان الأس انتاعي زوجي مثلا 2 3 4 5 6 4 يذا كان الأس انتاعي زوجي الإشارة ترجع ديما ترجع موجابة ديما الإشارة ترجع موجابة هل يدرتك المثال هذا نشوفك طرح فهمت ولا ما فهمتش ناقص 3 أس 4 معناتها الربعة هذي يتوزعها للثلاثة ويتوزعها للإشارة هيا نبدو نخدمو الإشارة أولا ناقص أس عادد زوجي 4 عادد زوجي معناتها الناقص هذيك هتوليه موجابة عني خدمت الإشارة ثانية حاجة نخدم العادد 3 أس 4 هي 3 أس 4 متفاهمين ولا لا لا متفاهمين هيا نخدموه هذي سبعة هذي راح تتوزع ليهم كامل تتوزع للعادد وتتوزع الحتة على الإشارة ناقص أس عادد فرضي سبعة عادد فرضي تقعد كما راهي أنا قلت لك الأس نتاعي إذا كان فرضي الإشارة تبقى كما هي الإشارة تبقى كما هي يعني نحكي على الإشارة كما ناقص أس عادد فرضي تقعد ناقص 3 أس 7 هي 3 أس 7 3 أس 8 20 5 إنها تحفظوه من مليح عن بعد يدى أخر الفيديو هذا السابق سوف نكتب عنصر القادم طفل ما لا ماتذلة سوف ندличي كتابة العلمية سوف نعطيكم زوج طرق الطريقة واحد وطريقة الثنين وطريقة سوف نعود نفس الطريقة ونضي لكم طريقة واحدة اخرى وانتم اخيروا الطريقة اللي تعجبكم يخي فيزوش سهلين على كل حال حنبدأ بالطريقة الليولة هذي ما زال ما در تلكمش اصلا يخي هندير هلكم ذركة هتبعوا معي مليح صحة نضي لكم بعض الامثيلة ولا نضي لكم بزاف امثيلة باش نفهموا كل الحالات أوكي في الطريقة الليولة هذي قال لك الاتجاه اللي على اليسار هو الموجب وفي الاتجاه اللي على اليمين هو السالب صحة لو كان نقول لكم مثلا عمدي قال تكتب هالي كتابة علمية كيفش تكتب هالي كتابة علمية؟ مع انتها لازم تدير عادد فاصل في عشرة أس حاجة عادد فاصل العادد هذا اللي هنا ما يكونش سيفر يا أخي انا قدرتك كإيطار المهم يكون رقم اللي واحد زوجتة ثابعة هبزة المهم يكون عادد اللي ما يكونش سيفر والبقي كامل رميهم ورا الفاصيلة في عشرة أس حاجة كيما العادد هذا كيف اشرحيه واللي 1680 هو قال يخلي رقم واحد عادد واحد صحيح ورا الفاصيلة يعني اللي هنا ليزم ايقبل الفاصيلة يعني هنا ليزمي يكون عادد واحد برك مع أنت هنا هذا العادد هذا beesيسور قال يقولي واحد فاصل تدي اللو هذا واحد تجي منها من الي Ore تديالو هاذا واحد والبقي ترميه من هي Óكي متفاهمين ها ذي بلك الوله مرحلة الأوله بmaxame تخلي رقم واحد هنا والبقي ترميه ورا الفاصيلة صحة الخطوة الثانية تشوف لي الفاصيلة الأصلية surطحة الرقم هاي y وحنا الفاصيلة ويندرناها ورجعناها اللهم هذه الفاصيلة الجديدة ماذا حال من المرتبة حركناها؟ 1-3 حركناها بثلاث مراتب حركناها بثلاث مراتب في الاتجاه الموجب يقول اكبر لي هذا والاتجاه الموجب مع انت تروح دي ثلاث مراتب هذيك اللي حركت بها الفاصيلة تجي لهنا تكتب لي ثلاثة والإشارة وش تديرها في الاتجاه الموجب دير زايد هذا ما كان الحاجة الوحيدة اللي لازم تشفى عليها هناك هي انو اليسار تعكو الموجب مش سالب اليسار الموجب واليامين هو السالب ببساطة عين ديلكم مثل واحدة اخر ديرو مثل واحدة اخر ونشوفكم فهمتو ولا ما افهمتوش ديرو مثلا 99 ولا 980.066 كتبو لي هذا كتاب علمية والحاجة قالي الأستاذ خلي رقم واحد ورا الفاصيلة والباقي يكتبوا من هي يعني نحن ندي هذا ونكتبوا له والباقي نرميهم هذو كم نرميهم ورا الفاصيلة ها في عشرة أستحاجة في عشرة أستحاجة أول حاجة الفاصيلة القديمة كانت لهم بين صفر والصفر كانت اللي هنا ياخي الفاصيلة الجديدة هي هذي معنى الفاصيلة القديمة هذي حركتها زحتها للجهة هذي بشحال بمرتبتين والجهة هذي اللي منا قلنا هذي الجهة الموجابة ياخي حسب الطريقة واحد هذي الجهة الموجابة حركت بمرتبتين ياخي حركتها بمرتبتين معنى هنا ندير زيت زوج اوكي راح ندير اللي هنا زيت زوج ببساطة هذا مثال كم منا؟ نزيد ندلكم مثال واحد اخر اهاي ندلكم مثال واحد اخر حالة جديدة حالة جديدة نقوله مثلا سيفر فاصل سيفر فاصل سيفر ميتين وثمانين اها في عشرة أستنق ستنين ايا كتبوا لي هذا في عشرة أستنق ستنين كتبوا لي هذا كتاب علمية باش نقدر نكتب الرقم هذا كتاب علمية قال لي الأستاذ وش تدير؟ أول خطوة تديرها هي خليلي رقم واحد اللي هنا خليلي رقم واحد اللي هنا والباقي يكتبهم مننا اوكي الرقم اللي اللي راح نديره مشي الأصفار هذي السيفر ما نكتلكش ما يصلحش اللي هنا ما تدير ليش سيفر دير الرقم اللي هذا اللي صادفك هو زوج زوج فاصل ثمانين ولا فاصل ثمانية كيف كيف؟ عادي السفر ما عنده حتى معنى احنا معنى الفاصلة التاعي وين كانت الفاصلة هذه القديمة الفاصلة تعني أشح المرتبة زحناها من أمن 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 أ ماذا مزيدك؟ مثال هذا كتبوا لي كتابة علمية ويسون لازم نقوم بترؤيل فاصلة التاعية نكتب رقم واحد برك ونحطوا الفاصلة والباقين نكتبوه منها يديت السنين هذا كتبته حتَتُ الفاصلة والباقين نكتبهم عادي ونضرب في عشاق السنين المرحلة الثانية الفاصلة التاعية هذه هي الفاصلة الجديدة بين 2 gatł 5 معانتى الفاصلة هذه ذ PlugP زحتها في التجاه هذا السالب أصف dir الاتجاه consumption هل يكاتب لكم من هنا ا absolut jest بليت مرتبة واحد زوج زوج مراتب يعني زوج في الموجب هذي نكتبها هنايا هذا مكان وش رح تولي للنتيجة ثنين فاصل خمسة ستة سنين سفر سنين في عشرة أسة ربعة أوكي متاهمين ولا لا لا هذي الكتابة العلمية ببساطة سهلة هذي بالطريقة اللولة مانيش رح ندير نفس الطريقة الثانية في نفس الفيديو بش ما ندوخكش طريقة الثانية درتها في فيديو منفاصل في فيديو منفاصل في قناة عايوة خطوة التعليمية عايوة عني درت حسين خطك الخط الكوفي والكتابة الهيروغوليفية خقرتها في مادة التاريخ ها ما تحفظوش ها ها لازم تحفظو اوكي انا مفضلت خدمه بالطريقة واحد هذي مهمتو ما شروا على الاتجاه الموجب هو اللي جاي على اليسار الاتجاه السالب اللي جاي على اليامين كان بزاف طورق مبانت لي هذي هي أفضل ولا أبسط طريقة ديجا درت لكم طريقة من قبل في واحد الفيديو على خطر حنا ديما اتجاه الموجب ندروها على اليامين يعني قادر يوم ما العام جاي تتخلط لكم عليها درت لكم الطريقة ثنين هاي درتها في في فيديو منفاصل هذي الطريقة سريعة غيرت على الفصل هذا وقلب اوكي ايييه ray وشنا نديروها راح نديرو رتبة قدر بشنا نديرو رتبة قدر لازم اول حاجة نكتبو كتابة علمية هاكم تشوفوا في المخطط هذا راح نمشي عليه أول حاجة نكتبوه كتابة علمية هاي نكتبوه كتابة علمية قالي الأستاذ دير ثنين فاصل والباقي يكتبوه مورا يعني خليت رقم برك وراء الفاصيلة في عشرة أس حاجة وش من اتجاه تحركت لي الفاصيلة طبعوا ما يمليح الفاصيلة كانت اللي هنا وذكر الاتجاه انتحها ها هو اللي هنا بين ثنين وصفر يالي هنا يعني راحت في الاتجاه هذا وش قلنا احنا الاتجاه هذا هو الاتجاه السالب ومن الاتجاه الموجب ورحت في الاتجاه السالب بمرتبتين زوج ما راتب ما نكتب اللي هنا نقص ثنين ورحت في الاتجاه السالب زوج ما راتب ما نكتب اللي هنا نقص ثنين اوكي انتخدم بالطريقة اللي قريطها واللي راك حافظها عنا درنا الخطوة اللولى درنا الكتابة العلمية ثاني خطوة وشي هي شوفوا مليحة هذي تقعد كيما راهي هاني كاتبها بنفس اللون هذه تقعد كيماراهي هذا ي timestاط 10 us نقص السنين عيالكم يكتبها هنا ‫في نفس الخط هذا 10 us نقص السنين تقعد كيماراهي اللي لم تقعدش كيماراهي شيcyn هي ال A هذا هو ال A هذا عليه وسيقدر الوρί نقدر له المدور الى الوحدة إذا شفيت ولل المندور الى الوحدة مثلا الو لك أنا أعطيك 2.6 دينيا لا مدور الى الوحدة , مثلا 2.4 2.5 هذه 22.6 المدور إلى الوحدة سنضيع الوحدة هذيك إذا كان الرقم الول وراه الفاصلة من 5 وطلع 2 هذيك نزيدولها 1 نزيدلها 1 كما هذه 6 العنة 2 هذيك نزيدلها الواحد المدور إلى الوحدة هو 3 من وجه لحنا 2.4 بيش نديلها المدور إلى الوحدة نضي الوحدة التاعي هذيك ونشوف الرقم الول وراه الفاصلة آه 4 هيقول لكم ماذا 4 وهبط نضيها كما راه .. والمدور إلى الوحدة amount 2.4 ... هو الاثنين .. هو الاثنين كامراهيم أعنت ثنين 2,2 اوس ناقص سنين هذو هؤون رُتبت قدر شتو رُتبت قدر ولا ما شتوش أول حاجة نديرو الكتابة العلمية ثاني حاجة نديرو المُت دور تاشت feedback مرغول ولا ما شل مرغول آيوة بلكو تنسوا الكتب العلمية ما تنسوا ليش الكتابة العلمية اللي رُتبة قدر ملكة نديركم مثال واحد أخر هاي نديروا ميثال واحد آخر هذا نحن فاصي هذا ونديرو مثال آخر. ما كحتى مشكل. نديرو مثال واحدة آخر. ايوه. يعني فاصلت كلش. ونديرو فيها مثال آخر. مثلا. ميتين وثمانية فاصل ستة وستين في عشرة أس ناقص سنين. عطيني رتبة قدرت على هذا العدد. قدرت تشوف عشرة أس ناقص سنين. تبدأ تختم ديريكت. نوب. ما تختمش. هذا لازم تديرو المدور. ايه. تديرو كتابة العلمية. يه. لازم نديرولو الكتابة العلمية. لازم. اول حاجة وش ندير. نكتبو بالكتابة العلمية. ليه لازم نخليها رقم واحد برك. ندير الفاصلة ومبعد نكتب الباقي. ها. ثمانية ستة ستة في عشرة أس ناقص سنين. ماكملش. الفاصلة التاعي كانت بين ثمانية وستة كانت هنا. ونزحتها الفاصلة الجديدة. هي الفاصلة الجديدة. زحتها في الاتجاه الموجب يعني. شحل من المرتبة. رحت واحد زوج. زحتها بزوج. زحتها بزوج ماراتي معتها. حنزيد الزوج اللي هنا. اوكي. مانات الكتابة العلمية تعيكي فاش راح تولي. تولي لي كما هيكا. ثنين فاصل صيفر ثمانية. ستة ستة. في عشرة أس. ناقص نين زي ثنين هي صيفر. عشرة أس صيفر. متفاهمين ولا لا لا. عشرة أس صيفر هي واحد. خليوها كما راح هيكا. عشرة أس صيفر. باش نديلها رتبة قدر. تعهمنا جماعة ولا لا لا. تعهمنا. عاية أوكي. فاش راح ندير ذركاه. أول حاجة. نكتب هذي كما راه هي. عشرة أس صيفر. وهذا راح نديروله المدور. ثنين فاصل صيفر ثمانية. مدورتها ثنين فاصل صيفر. هو ثنين. وهذه هي رتبة قدر. متفاهمين؟ خلاص. تفاهمنا. سيرتها رتبة قدر. تكتب كتاب علمية أول حاجة. ثانية حاجة تدير المدورتها على هذك. لا. المدور إلى الوحدة. هو تكتب عادي. أديرو تبت قدر. هاي ذو كنروحوا مديرو الحصر. نروحوا مع بعضانا نشوفوا الحصر وش فيه. صحة. نجو مع بعضانا نشوفوا الحصر وش فيه. الحصر قال لي اكتب ديما الكتابة العلمية. كين كتبوا الكتابة العلمية تاع هذك العدد؟ نفرضو مثلا عندي الكتابة العلمية هذي اللي كتبتها اللي هنا. ثنين فاصل. خمسمية ستة ثنين سفر ثنين في أشرة أسة ربعة. العدد هذا اللي درنا له كتابة علمية رو مكتوب اللي هنا. هذا العدد هذا نبغي نحصره بين قوتين متتاليتين. بش نحصره بين قوتين متتاليتين. ما نسوش نديرو تساوي اللي هنا. بش الحالة الخاصة نضمنوها. بش نديرو الكتابة العلمية. ايه قصدي بش نديرو الحصر لهذا العدد هذا اللي مكتوب كتابة علمية. وش راح نديرو قال لي الأستاذ شوف تبعوا معي مريحة. هذا العشرة أس أن هذي عاي عندي في الحالة التاعي هذي عشرة أس أن. نكتبها اللي هنا كيما راهي. تبعوا الأسهم هذا ما كان. نكتبها اللي هنا كيما راهي. هيا ترى ش نعاود و نديروها هنا. ثنين فاصل خمسة ستة ثنين سفر ثنين في فى عشرة أسا ربعة يا أخي ن offenders مع وجرة كيتابة علمية كيف ش نضير و هذا بعد عشرة أس سربعة هذه نضرها اللي هنا كيما راهي عشرة أس آن تبعوا كيما راهي و اللي هنا عشرة أس آن زيد واحد 10 أس أس ربعة غديك ثلي عشرة أس سربعة زايد 1 هذا ما كان هنا ندرت الحصر سهل.. زاهل حصر 10 أس 4 2.56 2.2 10 أس 4 10 أس 5 يعني جمعت هذه هذا ما كان هاي الفكرة تعال حصلة أني لغستها لكم اللي هنا مع أنتها 10 أس 10 أس 1 هذيك وش تدير تكتبها هنا كما راهي ولا هنا تزيد لها 1 هذا ما كانت قد حتن دير هنا نزيد لها 1 ولن زيد 1 سهلا ولا صعيبة سهلا عادة هذا اللي في الوسط هذا يكتبوه دي آيو ساوي هذا المقدار أنا كتبتوه دي ريكت لحنا بش نفهمكم الحصر سهل ما فيه ويلو أوكي هاي ما لنتلقاو ذركان ورمال ما نحن تلقاو في التمارين صحة العام جاء إن شاء الله راح تكونوا سنة ربعة متوسط بغيت نقولكم باللي إحنا رانا نقدمه درس دعم حيص السزوم مباشرة تبقى مسجلة للإنضابات الأسبوعي كان مكتبة تعفوض واستبارات محلولة بالفيديو بالرياضيات في العلوم في الفيزيو وحتى باقي المواد إن شاء الله حلول الشهادة السابقة بالتفصيل في الفيديو وكان موراجعات شاملة في كل عطلة وكان تلاميذ الضعاف سوى ضعيف ولا متوسط ولا نرافقوكم للقيمة نصلوا مع بعضنا للقيمة إذا كنت ضعيف ولا متوسط ولا حتى ممتاز إذا كنت ضعيف احنا نعاونك بمعالجات أساسية شروحات قصيرة من السنة الخمسة ارتدائي اروح نجيب معاك الإرادة تاك هذا مكان وانا نطلعك حتى للقيمة وإذا كنت متوسط عليك ببذل جهد إضافي وإحنا نعنجوك نقاط الضعاف تاك إن شاء الله وإذا كنت ممتاز راح تلقى أفكار جديدة وتمارين متنوعة اللي هنا في المكتبات على الفورد والاتبارات المحلولة بالفيديو وتختار وتخير وتختار وتدي معاك للدار وتقرأ وتحل متاهمين يا جماعة ولا لا للاستفسار راسلونا في الرقم هذا تعالوا الواتساب في الرقم هذا سقسي وإحنا وحن نمد لكم كامل لديتاي رأنا نقدم الثانية حتى دروس دعم في السنة الثالثة متوسط إذا ما على باركم شماشي غير سنة الرابعة متوسط أيما نتلقاه في الفيديو القادم الاختبار الأول هذا هو الاختبار الأول انتعى الأسس والقيوة تبعوا معي يا مليح احسب وأعطي النتيجة على الشكل عشرة أس آن للعدد أ هذا هو العدد أ حيث أن عدد نسبي صحيح هاي نبدأ في السؤال الأول بسم الله على بركة الله هاي عندي الآن تاعي الآن تاعي وشتو ساوي عشرة أس سنين الكل أس ربعة في عشرة أس ناقص خمسة في عشرة أس ثلاثة صحة على عشرة أس خمسط عشرة أس ناقص ثلاثة الكل أس ربعة ريقلة في عشرة أس سبعة نبدأ نبسطو العملية هذي ببساطة نبسطو العفايس اللي نعارفوهم خاصة كما هذي الداخل في البرة كي يكون عندي قوس واللي هنا الأس هذا يدخل الداخل هذا يدخل داخل بالضرب هذي رح تولي عشرة أس ثنين في ربعة ثنين في ربعة في عشرة أس ناقص خمسة في عشرة أس ثلاثة والتحت وش رح تولي عشرة أس خمسة عشرة أس ناقص ثلاثة في ربعة ناقص ثلاثة في ربعة في عشرة أس سبعة أوكي اه تساوي بنتلي رح نقسم الشاشة هذي هنا ثاني هيا نقسمه مك احتى مشكل هذي واحد وهذي زوج اوكي اتعي وش تساوي 10 تساوي 2 في 4 هذي 10 أس 8 ايوه في 10 أس منقص 5 في 10 أس 3 مكن بسطهم كامل 10 أس 15 في 10 أس نقص 3 في 4 تولي منقص 12 10 في 10 والسبعة اه تساوي وش تساوي ال اه رح نجمع 10 في 10 في 10 8 زيد نقص 5 زيد 3 ها رح تولي لي 10 احتفظت 10 10 10 مضور بي في بعضها محتفظت بي هاله هنا ونجمع الاسس 2 ونزيد لها نقص 5 نقص 5 ونزيد لها وش نزيد لها نزيد لها هذيك 3 والتحت ثاني نفس الفكرة نحتفظ بالعشرة التاعي ونجمع عندي 15 وش رح ندير نزيد لها نقص 12 ها هيكي نقص 12 وش نزيد لهم ثاني تبعوا ما يملحة وش نزيد لهم 7 ريقلا آتو ساوي عندي اللي هنا عندي 10 أس ثمانية ثمانية نقص 5 ثمانية نقص 5 زيد 3 والتحت عندي 10 أس 15 زيد 12 اوه زيد في الناقص ناقص ناقص 12 زيد 7 وش توساوي نكمل لتحت في نفس السطر آتو ساوي عشرة أس ثمانية نقص 5 ثلاثة ثلاثة زيد ثلاثة ستة عشرة أس ستة سيبون ريقلا ولتحت 15 نقص 12 ثلاثة ثلاثة زيد 7 عشرة عشرة أس عشرة وتساوي عشرة على عشرة هاي نحتفظ بها القاعدة تاعد القسمة ونضير 6 ونقص منها القاعدة تتعي نقص منها هذهك العشرة وش توساوي تولي عشرة أس ستة نقص عشرة منها قصة ربعة تفاهمنا ولا لا لا سهلة ولا صعيبة سهلة أستاذ بسطنا الأ أمروحوا للسؤال الثاني وش قلي في السؤال الثاني في السؤال الثاني قلي بي عدد عشرة حيثو أعطاني البي هذا قلي أكتب بي كتابة علمية ثم أعطي حصرا للعدد بي بين قوتين متتاليتين احنا وش نديرو نديرو أول حاجة كتابة بي كتابة بي كتابة علمية علمية ثيبوا عيادوك نكتبو الكتابة نكتبو بي كتابة علمية ما كحتى مشكل بي وش يساوي ها هو بي عشرة أس نقص اتناعش تي سفر فاصل سفر سفر خمسة في عشرة أس سبعة على ما هي سفر فاصل سنين في عشرة أس ثمانية بي تساوي وش تساوي لبي يا جماعة تبوا معي ما هي حنا عطيكم الطريقة الصحيحة كيفش تحسبوه عشرة أس نقص اتناعش وهذي سفر فاصل سفر خمسة وش معنى تنخليوها كيما راحي يا اخي هذو كاولي مبدلوا الترتيب برك هذا ما كان يا اخي الضرب تبديلي نكتب هذي في عشرة أس سبعة في سفر فاصل سفر خمسة سيبون متفاهمين عشرة أس ثمانية هذي بغيت نطلحها الفوق بغيت نطلحها الفوق معتها سفر فاصل ثنية تقعد اللي هنا ونكتب اللي هنا في عشرة أس ناقص ثمانية حكي نطلحها الفوق تتعكس الإشارة بي تساوي ها هي عشرة لو كان حتفظ بالعشرات هذو ولا خليحتي نكتبهم حيثا بعضاهم عشرة أس ناقص ثنائش في عشرة أس سبعة في عشرة أس ناقص ثمانية في سفر فاصل سفر خمسة زوش سفر يا اخي زوش سفر خمسة على سفر فاصل ثنين أوكي بيت وساوي عيا لو كان نجمعوا عشرة في عشرة في عشرة حتفظ بيها عندي ناقص ثنائش زايد سبعة زايد ناقص ثمانية أوكي ما ظرو في سفر فاصل سفر خمسة أوبس زوش سفار زوش سفار هي على سفر فاصل ثنين مدير لها هكا سفر فاصل ثنين بيت وساوي ايزي سهلة وش رح تولي عندي عشرة عندي هنايا ناقص ناقص ثمانية قداش ناقص خمسة ناقص خمسة وناقص ثمانية قداش ناقص ثلطاش في سفر فاصل سفر سفر خمسة على سفر فاصل سفر ثنين سفر فاصل ثنين هذا ما كان ضركة هنا يا وش ندير نحسب هذو وحدهم ومبعد نضربهم في هذي شغلة حندير هيكا عشرة أس ناقص ثلطاش نضربها في سفر فاصل سفر سفر خمسة على سفر فاصل ثنين ايوه هذو نحسبهم وحدهم هاي بي وشتو ساوي عشرة أس ناقص ثلطاش نجيب كاركولاتريس اوكي هاني جيبت كاركولاتريس اح نديرو سفر فاصل سفر سفر خمسة قسمة سفر فاصل ثنين ها هيكا ووبس سفر فاصل ثنين مريقلا معينة عشرة أس ناقص ثلطاش في هاذا راني حسبتو قداش لقيتو سفر فاصل سفر خمسة وعشرين ساهمنا ولا لا لا بيتو ساوي هاي اذوكا عندي هذا حنكتبوه كتابة علمية اذو كنبدل لهم البلايس هذا ما كان ها خمسة عشرين في عشرة أس ناقص ثلطاش هاذا بش نكتبو كتابة علمية البيت تعي وشتو ساوي ثنين فاصل خمسة نخلي غير رقم واحد برك والباقي نديرهم ورا الفاصلة فعشرة أس ناقص ثلطاش هيا نتبعوا الفاصيلا وين كانت الفاصيلة كانت هنا عندي الفاصيلة القادمة والفاصيلة الجادئة بinya ثنين وخمسة هنا معنتها رحت من اللي جديم الجديد رحت بمرتبتين في الاتجاه السالب إخي قلت لكم هذا السالب وهذا الموجب معنتها رحت بمرتبتين في الاتجاه السالب وكتبها هنا نقص ثنين ونكمل نحسب Steven ناقص سنين دير påi تساوي ثنين ونص نضربها في 10 اس ناقص 15 نقص 13 نقص 2 هي نقص 15 هذه الكتابة العلمية انتعل بي باش نشوف روح يطرعها غلط ولا راني صحيح نكتب العملية كامل سيرتوي ادعطاكم كالكولاتريس تقدر تعرف روحك صحيح ولا غلط كتب لي بي هذه كامل كتبها في كالكولاتريس في الأخير لازم تلقى 2 نص في 10 اس ناقص 15 نتأكدوا مع بعض انا هاي نعلمكم كيفاش تتأكدوا في الآلة الحاسيبة ما هل أنتدر أول حاجة تتبع معَّية مليحة أول حاجة نبدأ ندير البسط كامل بين قوسين يجب أن يدري دادة الأقواص خط الكسر هذا هو عبارة على عملية قسمة أول، نبدأ نكتب البسط ندير القوس اللول نزل ندير القوس الثاني عشرة عشرة عايوا أس ناقص 12 نغلق القوس نضرب في سفر فاصل سفر سفر خمسة عايوا وبعد خلاص نضرب نفتح قوس ندير عشرة أس قده هذيك سبعة نغلق القوس نزل نغلق القوس ندير القسمة نتع خط الكسر نفتح القوس تاع المقام وبعد خلاص عندي سفر فاصل الاثنين نضربها في قداش نفتح القوس ونكتب عشرة أس ثمانية نغلق القوس ونزل نغلق القوس آية بسم الله ندير توساوي وان تو ثري ها هياكي ثنين ونص في عشرة أس نقص 15 واو أنا صحيح أنا لقيت نفس الإيجابة رائع عشرين على عشرين وليد عشرين على عشرين نكتب لي طرف التعليقات نقول كله نقوله مبارك نقوله ألف مبروك صحة أنا كتبنا كتاب علمياً تعال بي ذوك قالي أعطي حصراً للعدد بي بين قوتين متتاليتين للعدد عشرة قالي الأستاذ كتب لا فورم انتاعك تعال الحصر ها كتبوا كيما راهو اللي هنا أها ثنين ونص في عشرة أس نقص 15 قالي الأستاذ بل لي الأس هذك لي هو هذا الأس هاهها كتبوا كيما راهو اللي هنا أها عشرة أس نقص 15 والل هنا زيد له واحد عشرة أس نقص 15 زايد واحد اكتبها بالاسود باشتبان اها هيكي 10 أس ناقص 15 زيد 1 تولي لي هنا يا وش تولي لي هنا؟ ايه وش رح تولي لي هنا؟ تولي لي 10 أس ناقص 15 اهي 2.5 في 10 أس ناقص 15 واللي هنا تولي لي 10 أس ناقص 14 هذا هو الحصر علش ناقص 14؟ 15 زيد ناقص 15 زيد 1 مريق لا ولا لا مريق لا وبعد قالي في السؤال با اوجد رتبة مقدار العدد بي انجولو رتبة مقدار بي هي هاي با نديرو هكا هي رح نكتبوها اللي هنا رتبة مقدار معنتها شتو ثنين ونص هذيك في 10 أس ناقص 15 ذو البي اللي لقينا هاي بي يساوي رتبة مقدار تعوشي هي رح ندير المدور تعثنين ونص اللي هو ثلاثة المدور تعثنين ونص هو ثلاثة وندي الوحدة هذي كما راهي ونكتبها اللي هنا علش زدت لها واحد لأنه الرقم اللي هو الوراء الفاصيلة من خمسة وطلع عليها الوحدة هذيك زدت لها واحد هذا ما كان ثلاثة في عشرة أس ناقص 15 علي وشي يا جماعة هذي هي رتبة مقدار رتبة مقدار العدد بي تاهمنا ولا لا 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 على الاختبار الأول هيا ما نتلقوا في الاختبار جاي صحا العام جاء إن شاء الله رح تكونوا سنة ربعة متوسط بغيت نقولكم باللي احنا رانا نقدمه درس دعم حيث السزوم مباشرة تبقى مسجلة للانضباط الأسبوعي كان مكتبة عفوروض واستبارات محلولة بالفيديو بالرياضيات في العلوم في الفيزيو وحتى باقي المواد إن شاء الله حلول الشهادة السابقة بالتفصيل في فيديو وكان موارجعات شاملة في كل عطلة وكان تلاميذ الضعاف سوى ضعيف ولا متوسط ولا نرافقوكم للقيمة نصلوا مع بعضنا للقيمة إذا كنت ضعيف ولا متوسط ولا حتى ممتاز إذا كنت ضعيف احنا نعاونك بمعالجات أساسية شروحات قصيرة من السنة الخمسة ابتدائي اروح نجيب معك الإيرادة تاعك هذا مكان وانا نطلعك حتى للقيمة وإذا كنت متوسط عليك ببذل جهد إضافي وحنا احنا نعنجوك نقاط الضعف تاعك إن شاء الله وإذا كنت ممتاز راح تلقى أفكار جديدة وتمارين متنوعة اللي هنا في المكتبات تعال فورو والاختبارات المحلولة بالفيديو وتختار وتخير وتختار وتدي معك للدار وتقرأ وتحل متاهمين يا جماعة ولا لا للاستفسار راسلونا في الرقم هذا تعال واتساب في الرقم هذا ساقصي وإحنا راح نمدوكم كامل لديتاي أوكي رانا نقدمو ثاني حتى دروس دعم في السنة الثالثة متوسط إذا ما على باركم مش ماشي غير سنة الرابعة متوسط أياما نتلقاه في الفيديو القادم صحا نجيب الاختبار الثاني وينقلي اكتب كل من العددين وكا على الشكل حيث عدد طبيعي أصغر ما يمكن ونحن نبدأ بالكا هذا والكا هذا راح نديرو بطريقة ونزيد نديرو بطريقة ثانية يا أخي باش اللي يحلو بالطريقة لو لا يزيد تبع الطريقة ثانية في زوج ملاح صحا طريقة ثانية طرق تبسيط أفكار هذو كم لازم يكونوا في راسكم هيا طرح نبدأ ونحلو نديرو كما هكا نقسمو الشاشة الجاميلة نجيبو الأخضر هنا اللونو الأخضر هناو هنا مريقلا نبدأو بدينا خلاص بدينا نبدأ أول حاجة بالكا قالي الأستاذ نبدأ ندير الكا سؤال الكتابة على الشكل أوس الكتابة على الشكل أوس نبدأ بالكا الكنتاعي وش يساوي على 4 أوس 13 في 6 أوس 13 الطريقة الأولى هي السهلة بصح قليل اللي راح يفيقولها واش نلاحظنا يا نلاحظ باللي هذا أوس 13 راوم في زوج أس نفس العادد نقدر ندير عامل مشترك سوف ندير 4 في 6 أوس 13 يخي على ثمانية أوس ثلاثة ونبدأ راح نزيد اللحظ باللي البسط كاملة راه أوس 13 والمقام كاملة راه أوس 13 نقدر ندير عامل مشترك؟ وين نقدر ندير عامل مشترك؟ ندير 4 في 6 على ثمانية الكل أوس ثلاثة هاي بانت وش راح نديرو ذركة؟ نديرو شوية إختزال اللي هنا هذا ما كان هيا نفككو مع بعضنا ولا نديرو 6 في 4 ولا نديرها 4 في 6 عادي ها خليها كيما راحي نزيد نفك كبرك والتحت وش ندير؟ ندير ثمانية هذي وستة هذيك عبارة على ثلاثة في اثنين باش نختازل بيكل سهولة آيوة ثمانية هذي عبارة على 4 في اثنين الكل أوس 13 كا يوساوي وش يوساوي كا؟ هنكمل مننا كا وش يوساوي؟ أها عندين نبدأ نختازل 4 تروح معا 4 زوج تروح معا زوج في المقام ما بقى والو بقات لي غير ثلاثة هذي تتفرج ثلاثة أوس 13 هذي الطريقة اللولة هذي الطريقة اللولة قليل لي فيقل 13 هذي ويديها عامل مشترك اللي هنا رايبينة خلاص هايبينة هاي هيك أحيانا تقدر تبسط باش تخرجها قادر هنا مثلا تلقى 26 تولي 13 في 2 تشغل تفتف شوي باش تخرج عامل مشترك فيهم كامل المهم كين صادفوه هنا نحلوه من هذو كاع طوهمنا بينين طريقة ثانية تبعوا معايا الطريقة هاردوي كيما نقولوه الطريقة الصعيبة الوعرة واش عندي؟ 4 أوس 13 في 6 أوس 13 على 8 أوس 13 طريقة الوعرة اني راح نبدأ نفكك أربعة هذي عبارة على سنين في سنين أها أس ولا نخلي أربعة هاي نخلي أربعة خليوا هكي ما راحي أربعة أس 13 ستة هذي كنفككات تولي 3 في 2 الكل أس 13 هي على ثمانية ليهي 4 في 2 الكل أس 13 وتساوي 4 أس 13 تقعد كيما راحي في 13 هذي نوزحها على 2 ونوزحها على 3 تولي 3 أس 13 في 2 أس 13 على 13 هذي نوزحها حتى هي عليهم في زوج 4 أس 13 في 2 أس 13 مريق لا؟ مريق الأستاذة كمياء راح ندير ذركة شوية اختزال 4 أس 13 تروح مع 4 أس 13 2 أس 13 تروح مع 2 أس 13 واش توساوي؟ توساوي 3 أس 13 مريق لا؟ مريق لا؟ مريق لا؟ عنا لقينا نفس النتيجة اللي هنا هذي ثلاثة أس 13 نفسها هذي كي تدخلنا تتضرب في الواحد والي ثلاثة أس 13 تاهمنا أقول لا لا أنا حلينها بطريقتين حلينها بزوج طرق كالي حلو كيمهك كالي حلو كيمهك كالي حلو كيمهك وغير الخمسات على 5 أس 6 الكل أس ناقص ثنين اش توساوي؟ اهي عندي 5 أس ناقص 19 نضربها في 5 أس 2 نضربها في 125 هذيك عبارة على 25 في 5 25 عبارة 125 في 5 لو كان نقول لكم أنا مثلاً مياه شحال فيها من 25 فيها 25 25 فيها 25 25 عليها 100 وزدت لها 25 واحد أخرى 125 واجدرت لها 25 مكررة واحد زوج تلاثها ربعة خمس مرات خمس مرات عليها درت 25 في 5 سهلا سهلا وهذه 5 ناقص ثنين تتضرب في 6 واش توليها؟ اهي ناقص ثنين في 6 عاش توساوي 5 أس ناقص 19 في 5 أس 2 في 25 عبارة على 5 في 5 15 صح او لا لا وأني أس المناس الخمسة هناك ناقص ثنين في 6 تضرب في 5 أس 2 اي ناقص 11 حسنا نكملوا من هاش توساوي عندي يدرك خمسة في أس ناقص 19 في خمسة موربع في خمسة واحد زوج ثلاثة في خمسة أس ثلاثة والخمسة أس ناقص 19 هذي بغيت نطلحها الفوق ينطلحها الفوق نبدل لها الإشارة هذا ما كان خمسة أس زيد 16 عاش توساوي عيضك نجمع الأسس خمسة أس عندي خمسة 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 نحتفظ بها ونجمع الأسس كامل هم ضرب 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 صحة ندير ناقص 19 زيد سنين زيد ثلاثة زيد 12 عاش توساوي خمسة أس ناقص 19 خلي نجمع هذو الموج بين 22 ثلاثة قداش خمسة والزوج 17 زيد 17 عاش توساوي خمسة أس ناقص 19 والسبعة عاش قداش أس ناقص زوج ريقلا ولا لا لا هاحنا لقينا الأش سهل الأش قلي بين باللي عبارة على ها هو الأس أن أس أن أ هو خمسة والآن هذك ونقص سنين تهمنه جماعة ولا ما تفهمناش وهانا حلنا السؤال الأول وذركا كملن السؤال الثاني سهل تمرين هذا؟ هم هي بلي سهل واش يقولي السؤال الثاني بكل بساطة نروح ونشوف السؤال الثاني ماذا يقول السؤال الثاني قال يبين ان ال عددا طبيعيا ها هو الال التاعي واش يساوي الال اها ثلاثة السنين في ثلاثة اس نقص سنين ناقص ثلاثة قسمة ثلاثة اس ناقص واحد واو الكل موربع على الخمسة موربع ناقص ثلاثة في سبعة الكل موربع الوش تساوي يجمع اول حاجة نبدأ نبسط هذه السهلة ايزي تلاثة موربع في ثلاثة اس نقص نين نجمعه ثلاثة اس سنين زايد ناقص ثلاثة قسمة ثلاثة اس نقص واحد نخدمها الي هنا ثلاثة قسمة ثلاثة اس نقص واحد هذه وش تساوي تساوي 3 على 3 أس نقص 1 قسمة هذه هي خط الكسر أوكي قالي الأستاذ باللي هذه تقدر تطلحها الفوق نورمان نقدر نطلعها الفوق تولي 3 في 3 أس 1 أس 1 كما هيك هذه نقص هذه كي تطلحها الفوق وش تولي تولي 3 أس زيد 1 وتساوي 3 في 3 تساوي 3 موربع 3 في 3 ي 3 موربع 3 أس 1 هذا نقدر نحيه ونخليه سيبون 3 في 3 ي 3 موربع معانتا احنا هذي وش هي 3 موربع يعني بصتها بصتها له الكل موربع على 5 موربع هذي نقدر نبصتها 25 3 في 7 ناقص 21 لكل موربع تفاهمنا ولا لا لا تاهمنا ظركة هنا يا كان لي يكملوا يحلوا بطريقة مختلفة احنا نديلكم طريقتين كي ما تحبوا كان لي رو ماركي وباللي هذا الكل بكامل موربع البصد كامل موربع والمقام كامل موربع يقدروا يديوا موربع عامل مشترك تصلح نورمال ويحسبوه وش كان هنا لداخل ولا نكملوا عادي هاي نكملوا نديلوا روحنا مع لبناش نديل روحي مع لباليش 3 أس سنين زايد ناقص سنين وش تولي 3 أس سنين ناقص سنين معانتا 3 أس سيفر ناقص 3 موربع الكل موربع عالى 25 ناقص 21 قداش اللي هي ربعة موربع سيبون الوش تساوي 3 أس صفر وش هو 3 أس صفر هو واحد هي ناقص 9 3 موربع هي 9 صح ولا لا لا أو حبي دوخكم هنا بش تمادي بلكم مضروبين لا لا طرح اللي هنا حسب هذي وحسب هذي مش يضرب هذي موربع على ربعة موربع أوكي قال وش تساوي 1 ناقص 9 هي ناقص 8 موربع على ربعة موربع وش تساوي ناقص 8 موربع موربع هذي تهبطع 8 وتهبطع للناقص الناقص هذا موربعي واللي زايد والثمانية موربع هي 8 موربع ببساطة على ربعة موربع سهلا ولا ما شي سهلا فهنا نقدر نحلوها بطريقتين نقدر ندير 8 على ربعة لكل موربع الموربع هذي نطلع وعامل مشترك 8 على ربعة قداش هي زوج زوج موربع هاني حليتها ولا لعبها مع لباليش نكملوا لعبوها مع لبالناش خلاص 8 موربع هي 64 وربعة موربع وش هي هي 16 هذي ثانية تخرج ربعة الاجابة هنا ثانية تخرج ربعة ولا ندير اللي هنا بطريقة 8 موربع معنطها 8 مضربة في روحها زوج مرات معنطها هندير 8 في 8 هاروح وربعة موربع وش معنتها معنتها 16 ربعة موربع هي 16 4 في 4 16 و 16 عبار على 8 8 في 2 سيبو هاي اختلين كتبها بش ما تتلفلكم مش ربعة موربع هي 16 هاني كتبها اللي هنا 16 ربعة موربع هذي هي 16 شلاص 16 هي 8 في زوج وكا نختزله شوية ندير 8 هذي النحية مع 8 تبقى لي 8 على زوج 8 قسمها زوج هي 4 وربعة هي زوج أس زوج سيبو متفاهمين بتحوى قال لي هنكتبها على شكل أ أس أين أوكي نكتبوه لو حنا يالي هنا ربعة وتساوي أسنين أسنين ببساطة وكا خلين رح يرون ماركي وهذي الأسنين هذي الأسنين كان هنا وهنا في زوج الأسنين كان فيهم في زوج نقدرون نديها عامل مشترك ونحسب نورمال ولا نكملون بسطو بالطريقة هذي عادي أوكي هذا هو الأل واو كملنا تمارين ثاني سهل بلي سهل حلينا لكا لي بيين أن الأل عادد طبيعي هاني بيين تبلي الأل عادد طبيعي سيبو هكا لقينا ربعام عندها الآن عادد طبيعي خلاص رح نكمل السؤال صحة نجيو الاختبار الثالث أوكي اختبار الثالث قدم العم صفيان طلبا لشركة الاتصالات من أجل ربط بيته بالأنترنت لهذا طلب منه المعلومات التالية بعد بيته عن أقرب علبة توصيل لسلك الانترنت هو 13200 سنتيمتر الجهاز الانترنت الذي سيختاره الموضم 7550 دينار عرض الاشتراك الذي يفضله 2600 دينار اكتب كل المعلومات السابقة كتابة علمية معنا هنح ندير السؤال الأول ندير كتابة كتابة المعلومات كتابة علمية كتابة المعلومات المعلومات كتابة علمية نبدأ عن الأول البعد نكتبه البعد اللي هو البعد بيته عن أقرب علبة التوصيل صحة نديره 13200 واش نديره هنكتبه كتابة علمية قالي الأستاذ ديما خلي رقم واحد وراء الفاصيلة والباقي يكتبوا عادي في عشرة أس حاجة وتبع الفاصيلة تاعك قلنا بلي هذا الاتجاه الموجب وهذا الاتجاه السالب كما شرحت الكتابة العلمية في بداية هذا الفيديو بالطريقة الجديدة كانت زوج طرق الفاصيلة تاعي رجعت بين 3 و1 والفاصيلة القديمة كانت لهن هذه الفاصيلة القديمة زحناها في الاتجاه الموجب سحل شحال من المرتبة 1 زوج 3 4 زحناها 4 مراتب معنتها ندير زايد 4 اوكي شحال من المرتبة رح ندير ندير زايد 4 زايد عذرا ندير زايد 4 زحت بربع مراتب في الاتجاه الموجب هذا هو البعد قدرت له الكتابة العلمية ذوكا وش نديروه نزيدو نديرو الكتابة العلمية نتاع المودم المودم جهاز المودم يديرو وراء الفاصيلة نضربو في عشر وس حاجة الفاصيلة الاصلية تاعي كانت اللي هنا وين رجعت الفاصيلة التاعي بين السبعة وخمسة هنا شحال من المرتبة حركتها 1 زوج 3 حركتها بتلاث مراتب وين في الاتجاه هذا في الاتجاه الموجب معنتها زايد 3 وهذه هي الكتابة العلمية تاع المودم هذه الكتابة العلمية انتع البعد متفاهمين ولا لا هاي هذا نشوفه مع بعضنا الكتابة العلمية نزيد نديرها اللي هنا بعد انتع العفسة الثلثة هذي اللي هو العرض العرض يعقلي العرض ولا الاشتراك تعال الانترنت الذي يفضله أنا عندي 2600 الكتابة العلمية ندير 2.6 كما هيك 10 السحاجة الفاصيلة القادمة كانت هنا والجديدة تاعي رجعت ثلاثة ندير هنا زيد ثلاثة تفاهمين ما تفاهمين هاي ندير احتى هي في اطار باش كي نحتاجوهم نجيبوهم منا اوكي تفاهم منا صحة نكمل وقراء الثمانية تعالى اكتب كل العمليات كتابة السابقة كتابة علمية سيبون كتبناهم كامل علما ان التوصيل سلك الانترنت مجاني قالك التوصيل اذا كنت المسافة هذه 10x-5 في 10x16 على 10x9 اذا كانت المسافة كبيرة على هذا المقدار هذا اللي راح نحسبوه ذركة أو 2 تخلص ايش حال تخلص اذا كانت مثلا هذا المنزل هذا المنزل وهذه علبة علبة التوصيل اذا كانت هذا المقدار هذا اوالطول اذا كانت المقدار هذا اذا كانت البعد هذا ومتسلك واني ومجاني اذا كانت كثير منه إذا مثلا العلبة جاية اللي هنا إذا العلبة جاية لنا ستجد كثير من المقدار هذا كان زيادة هذه راح تخلص انتها ثاني 1500 دينار فسيدفع الزابون 1500 دينار إضافية نعود نقرأها لكم علما أن توصيل سلك الانترنت مجاني إلا إذا تجاوزت المسافة يعني المسافة إذا فست هذا المقدار هذا كما قلت لكم إذا فست المقدار هذا الأخضر واش راح تدير فسيدفع الزابون 1500 دينار إضافية سقسك قال لك هل العم سفيان معنيون بيدفع برر حسابيا وكاحنا لازم نعرفه أسكو العم سفيان هذا معني بيدفع ولا لا لا احنا على بنا باللي البعد بيته عن المنزل هو 13200 سنتيمتر وكاح حابين نشوفو اللي هنا نشوفو المنزل التعوى تجاوز المسافة ولا ما تجاوزهاش أوكي احنا نحسبوه هذا المقدار نبدأوا نبسطو هذا المقدار باش نعرفو احنا التلتاعو ايوه السؤال هل العم يدفع هذا ما سنتأكدو من هل العم يدفع ولا ما يدفعش أوكي ايا نبدأوا نديرو هنا عشرة أس ناقص خمسة في عشرة أس ستاعش قسمة عشرة أس تسعة عادي راح نبسطوها الكل موربع احايا نبسطوها مع بعضانا نديرتو ساوي لازم نحبطها شوية ما عليش هل نديرتو ساوي هل هنكتب هكه اهيه عندي عشرة أس ناقص خمسة في عشرة أس ستاعش نجمحهم عشرة أس ناقص خمسة زايد ستاعش على عشرة أس تسعة الكل أس سنين وتساوي ولا خلي نكمل هل هنا عشرة أس ناقص خمسة زايد ستاعش وش هي عشرة أس حداعش على عشرة أس تسعة الكل موربع نزيد نبسط هل هنا وش تولي عشرة أس حداعش حي قلت لكم الفوق ناقص لتحت ناقص تسعة الكل أس موربع عشرة أس حداعش ناقص تسعة ليهي عشرة أس زوج الكل أس ثنين وتساوي ثنين هذي تدخل للداخل وش تولي عشرة أس ربعة أوكي وعشرة أس ربعة وش هي عشرة أس ربعة هي واحد وموراه ربع صفار واحد زوج ثلاثة ربعة اللي هي عشرة ألاف عشرة أس ربعة اللي هي عشرة أس ربعة سنتيمتر يعني حسبت هذه يعني حسبت هذه قال لك ناقص نقرأ التمرين إذا قال لك المسافة تاعد المنزل تاعدك كثر من هذا المسافة كثر من عشرة ألاف سنتيمتر تزيد تسلك أوكي احنا وش عندنا عندنا عشرة ألاف لدينا عشرة ألاف رح نقارنها مع البعد تاعد المنزل التي عو ليو 13 1200 مع الأسف المنزل التي عو بعيد كبير على هذيك القيمة وهو ما قال لي إذا تجاوزها وبالفعل أنا عندي تجاوزها معنتها العمو نكتبو له العم سيدفع 150 ولا 1500 150 يعني دينار جزائري إضافية رح يخلصها منزل تاعد كبير فات المسافة هذه 10 ألاف أوكي صحة ما لحنا وش نقوله قال لي أحسب هل سيدفع بررت له حسابيا طريب يا ومعنى خلاص اللي هنا في السؤال الثالث هذا وش قال لي في السؤال الثالث أحسب التكلفة الإجمالية التي سيدفعها العم سفيان بكتابة علمية ترى وش راح يخلص أول حاج راح يخلص الجهاز الانترنت راح يخلص عرض الانترنت وزيد يخلص هذيك الإضافة نجمعوا هذو في ثلاثة ونديروا لهم نجمعهم في ثلاثة السؤال الثالث السؤال الثالث هي التكلفة الإجمالية التكلفة الإجمالية الإجمالية تكلفة الإجمالية راي سعيدة انفصي هذا مننا ونجمعوهم مع بعضنا ها ماكن نجمعها تكلفة الإجمالية وش ندير أول حاجة رح يخلص هذك الجهاز تعالى مودم ويخلص الاشتراك تعالى الانترنت ويزيد يخلص هذك 1500 دينار إضافية هاية طرح نجمعوهم نجيب الآلة الحاسيبة هاية الآلة الحاسيبة 755 ونزيدو لها مش نزيدو لها ونزيدو لها 1500 11,650 11,000 11,000 وستمائة وخمسين دينار هاذا الـ 11,650 وش قل يدير لها مع كتابة علمية نحي هذي سيبها وما نحتاجوهاش هذا المبلغ هذا الذي سيدفعه نديرو له كتابة علمية المبلغ الذي الذي سيدفعه هو 11,700 أو 6,650 واو قلت لكم 750 قولوا لي ترا ما فقتش وش راح نديرو ذركا نديرو لها الكتابة العلمية الكتابة العلمية صحة هاي الكتابة العلمية وش راح ندير ونفاصل هذو منه سيبه ونجاوب ناعهم ماش نديرو له كتابة علمية هذا الرقم هذا قالي الأستاذ اكتب واحد والباقي يكتبهم وراه ندير واحد فاصل 1,650 حسن وصحاجة شوف الفاصلة وين تحرّكت الفاصلة كانت اللي هنا والفاصلة جديدة راهي بين الواحد والواحد يعني ريحت ت你说 الاتجاه هذا الاتجاه هذا نقول Tree الموجب والاتجاه هذا نقولarlo السالب رحت تlenي الاتجاه هذا بشحال من المرتبة واحد زوج ثلاثة ربعة يعني رحت في الاتجاه الموجب بربعة رحت في الاتجاه الموجب زايد شحال من المرتبة رحت رحت بربع مراتب هذه هي الكتابة العلمية تفهمنا جماعة ولا ما تفهمناش هذا فيديو شامل على الأسس إذا حابين يزيدن دلكم فيديوهات واحدة أخرى ما تنسوش تجمجمو ديروا الجامجيم وتفعلوا مع الفيديو هذا وقلوا لي طلباتكم في التعليقات وإلى اللقاء ورمضان كريم ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب وما تنسوش تاني زيب تكليك على هذا الجارس علاش بينا بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح توصلك في الحين آية السلام عليكم طالوا في رواحكم